برونو سافيو انتظم في تدريبات الأهلي تم الإعلام بالأمس عن صفقة المهاجم البرازيلي اللي انضم بشكل رسم للنادي الأهلي والنهاردة كان أول مران للمهاجم البرازيلي في المران الصباحي طبعا صفقة مهمة جدا انضم للأهلي من نادي بوليفار البوليفو ولعب برازيلي وكان فيه ترحيب به على الطريقة خاصة وزي ما قلت لحضراتكم من بارح التدعمات فيها استراتيجية جديدة وفيها مدارس مختلفة وسؤال الانتغالات مفتوح مش في أفريقيا انت ممكن تروح لأبعد مدى ولما قلت مبارح أبعد مدى يعني ممكن توصل لأمريكا اللاتينية فبالفعل تم الإعلان عن مهاجم برازيلي وبنبقى عارفين التفاصيل بس بننتظر دايما الموقع الرسمي والإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي الفترة اللي جاية فيه ترتيبات مختلفة في مسألة سؤال الانتغالات وقلت لكم مبارح الجزاية الأهم في التدعمات حكتين جودة أفضل وقيمة تسواقية أقل لأنه خلاص انت رايح في مرحلة مختلفة ومرحلة انك بتتعاقد في حدود الميزانية وده أمر مرتبط باللعب المالي النظيف سواء داخل مصر بعد قرار اتحاد الكرة وهيكون ليه أبعاد مهمة ابتداء من السنة الجاية في بطولات إفريقيا الكافة يحدد ده فلازم تمشي طبقا لللوايح والقانون والنادي الأهلي دايما بيبقى رقم واحد في تنفيذ هذه اللوايح في الفترة اللي جاية بعد ما تم إجراء فحوصات وقياسات بدنية كمان في فحوصات طبية للفريق بإذن الله بكرة وهتتعامل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة القياسات البدنية الفيسيولوجية الفحوصات الطبية تحليل الدم كل ده بيتم ليه قبل ما تبدأ المسيم الجديد يبقى عندك كل الأرقام الرسمية وكل النتائج الرسمية سواء تحليل أو فحوصات أو قياسات عشان تحدد المرحلة الجاية كل لعب الفايل بتاعه ناصه إيه محتاج إيه إن شاء الله يكون كل اللعبة في أتم الجاهزية لأن القياسات البدنية والعضلية مهمة جدا بتفرق في مسألة الإصابات اللي بتحصل على مدار المسيب كمان دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطب كشف عن موعد عودة محمد مجدي أفشا ومحمد شريف أفشا يمكن كان عمل عملية في الفترة السابقة وتحدد بإذن الله عودته للتدريبات الجماعية خلال أسبوع محمد شريف كان تعرض لإصابة عضلية قوية في نهاية المسيم بسبب ضغط المطشط وغاب لفترة لكن تحدد إن شاء الله عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد عشر أيام وفقا للتقدير الطبي لحالة السنائي خلال الفترة الجاي كمان عمار حمدي أسبوع بالكتير إن شاء الله وتشوفوه في التدريبات الجماعية